موسيقى مرحبا بكم مشاهدين الأكارم وحلقة جديدة من برنامج عين العالم مع هم المقالات التي تناولت شؤون العراق والمنطقة الأسبوع الماضي ونبدأ من عنوين جزئينا الأول باتريك كوكبيرن يكتب الفائزون والخاسرون أصبحوا أكثر وضوحا في حرب سوريا والواشنطن بوست تكتب لماذا من الممكن أن لا تنجح محادثات قافي إطلاق النار في سوريا أهلا بكم مشاهدين والبداية من الاندبندنت ومقال باتريك كوكبيرن الذي تحدث عن الحرب في سوريا بعد التقدم الذي تحققه القوات السورية وحلفاؤها يوما بعد آخر المقال جاء بعنوان الفائزون والخاسرون أصبحوا أكثر وضوحا في حرب سوريا ولدت روسيا كقوة عظمى من جديد في الثاني عشر من شباط في ميونخ بعد أن أعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خطة ليصال مساعدات إلى المدن المحصرة في سوريا وليعقبها وقف الأعمال العذائية ووقف لإطلاق النار أكثر رسمية إن لروسيا وامريكا القدرة على جعل الأشياء تحدث أو تتوقف ليس بصورة مطلقة ولكن أكثر من أي طرف آخر لكن هذا الانتفاق قد فتح الباب للكثير من الدبلوماسيين والصحفيين لبيان ثغرات فيه حيث بدأ بعدها التدخل الروسي فعلا في سوريا مما جعل الأسد يتقدم ميدانيا بمساندة إيرادية أيضا لتضعف المعارضة المدعومة من قبل أمريكا بذلك يقول لا سد إنه ماضي نحو الفوز لكن أمريكا لن تقبل بالخسارة المطلقة وتحدث كوكبيرن عن الدور الروسي الذي كان وله القول الفصلة في تغيير المعادلة على الأرض السورية ورجود الأفعال السعودية والتركية الملوحة بالتدخل العسكري والموقف الأمريكي السامت أزاء كل ذلك في ظل التطورات الأخيرة في حلب بدأت قوة النظام بمساندة روسية بقطع الطريق بين تركيا وحلب وهذا من شانه تقوية موقف الأسدام المعارضة وتركيا التي تستخدم حلب كمعبر لسوريا هذا أيضا بدأ بدفع تركيا والسعودية وحلفائهما للتخطيط لمشاركة عسكرية في سوريا وبطلب الدعم من أمريكا لذلك إلا أن أمريكا ما زالت تلتزم الصمت ويبدو أن الموضوع ليس بتلك السهولة لهم أما سياسيا فإن المعارضة السنية في سوريا الآن قد خسرت الكثير لكي تأمل بأخذ مكان الأسد أما في العراق فإنهم يلتزمون دورا دفاعيا يبدو أن المحور الشيعي برفقة روسيا أكثر نجاحا أمام تركيا والسعودية وحلفائما في الأزمة السورية وهم الطرف الأوفر حظا بالانتصار إذا ما اتهت الأزمة السورية أما الأكراد فهم الآن في أوج قوتهم في سوريا والعراق خصوصا بعد مشاركة ما المؤثرة في القتال ضد داعش لكنهم ما زالوا يتخوفون من التهميش الداعش وجبهة النصر التابعة للقاعدة ورغم تراجع من الميدان الكبير إلا أنهم ما يزالون خطيرين خصوصا بعد أن ظهروا في هجمات باريس وأسقاط الطائرة الروسية وغيرها وللحديث أكثر معنا الكاتب وصحفي عمار السواد أهلا وسهلا بك أستاذ عمار أستاذ عمار يرى كوكبرن أن روسيا أصبحت قوة عظمى من جديد في الثاني من عشر من فبراير وفي ميونخ تحديدا بعد أن أعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خطة لإيصال مساعدات إلى المدن المحاصرة في سوريا هل تتفق مع هذا الرأي ولماذا؟ تفضل أولا مرحبا بك وبالمشاهدين الكرام أظن بأنه الحديث عن قوة أظمى في المساعدات هو مبالغة المعادلة الروسية وأهمية الدور الروسي أو كبر الدور الروسي بدأ منذ أعلان روسيا الدخول في الحرب ضدعش ولأنها تمتلك اتفاقات مع النظام السوري استطاعت أن تلعب هذا الدور الذي لم تلعبه دول أخرى من المعروف أن القوانين الدولية ما تزال تتعامل مع النظام السوري على أنه الممثل الشرعي لسوريا لم يستطع أحد أن يخرج النظام من مجلس الأمن ولا من الأمم المتحدة لهذا أن أي معركة أي تدخل عسكري يكون بالتنسيق مع هذا النظام وهذه الحظوة حصلت عليها روسيا تحديدا والأمر استفادت فيه روسيا من الدعم الدولي في الحرب ضدعش من إعلان الحرب العالمية ضدعش لا أحد يستطيع لماذا تقصف الطائرات الروسية لأراضي السورية لأن روسيا تقول بأنها تشارك في الحرب ضدعش بمعزل عن مدى دقة هذا الموضوع من عدم دقته بالمحصلة النهائية أن روسيا اليوم تلعب دور مركزي في الشرق الأوسط وهنا يبدو معيار كونها دولة عظمى أيضا أستاذ عمار اليوم النظام السوري وحلفاءه أقوى على الأرض برأيك كيف للنظام أن يستثمر هذه القوى في الأيام المقبلة؟ نعم عمليا من الناحية العملية أن النظام السوري أخلاقيا انتهى بعد كل ما جرى في الأرض السورية من دماء أخلاقيا انتهى هذا النظام لكن هناك صفقة بالتأكيد أن هناك إرادة على ما يبدو غربية وليس إيرانية وروسية فقط بأن يحقق الجيش السوري التقدم على الأرض في إطار تمهيدا لتسوية ما وهذا ما أغضى بالجانب السعودي مؤخرا وأخرجها عن السياسة سنتحدث عن السعودية لكن برأيك كيف سيكون الاستثمار؟ اليوم نظام السوري كيف سيستثمر هذا التقدم على الأرض وتقدم القوات العسكرية السورية ميدانيا؟ كيف سيستثمر؟ يستعيد المدن له وللأسف أغلب المدن هي مدن مهدمة سيستغل هذا الوضع في ضرب خصوم العسكريين الموجودين على الأرض ليس داعش فقط إنما هناك أكثر من خصوم هناك جبهة النصرة وهي تنظيم أيضا تنظيم إرهابي وهناك أيضا الفصائل المقاتلة الأخرى عدا الفصائل الكردية التي لديها وضع خاص في إطار توازن معين مع تركيا يعني بين النظام في سوريا وبين هذه الفصائل ضد تركيا بالمحصلة أظن بأنه النظام يستعجل التقدم في الأرض في سبيل التسويات المقبلة أن تكون على أرض أكبر يبدو أن النظام نجح حتى الآن بمساعدة الروس وبتوسيع معركة الروس من معركة ضد داعش إلى معركة ضد كل الأطراف الموجودة في الطرف الآخر من المعادلة طيب هذا التقدم أستاذ عمار هذا التقدم ما مدى انعكاسه وما انعكاسه على المنطقة بسرعة عامة وحدة سوريا بالمحصلة النهائية أي صيغة لوحدة سوريا لنقر بأنه لا مجال لوحدة سوريا في حال حدوث أي تغيير دراماتيكي باللحظة الراهنة لأن هناك عدة أهواء وهناك عدة دول وحدة سوريا مضمونة بأن تكون تسوية تسوية سياسية بالمستقبل وحدة سوريا ستنعكس بالتأكيد على دول مثل العراق ومثل لبنان وحتى على الأردن بالمحصلة النهائية الحديث عن وحدة سوريا هو رهن استقرار المنطقة بدون وحدة سوريا لا يمكن الحديث كما وحدة العراق لا يمكن الحديث عن استقرار المنطقة لابد أن يحدث التغيير في سوريا وفي قصفقة من دون ذلك سنشهد حرب أهلية إضافية بالتأكيد أن النظام السوري اليوم يعزز هذه الحرب الأهلية لكن هناك أشكال أخرى ننتظرها من الحرب الأهلية في مستقبل سوريا أيضا أستاذ عمار هناك من يشبه جبهة القتال في سوريا بجبهة القتال في العراق بما يخص محاربة التنظيمات الإرهابية في العراق متمثلة بداعش أما في سوريا متمثلة بداعش وجبهة النصرة وأيضا تنظيمات أخرى هي مرتبطة بالقاعدة ما مدى تشابه الجبهتين العسكريتين هناك اختلاف كبير جدا بين الحالة العراقية والحالة السورية بما يخص التقدم أنا أقصد به بما يخص التقدم أن الجانب العراقي أكثر سرعة في التقدم لأن الحكومة العراقية تحظى بالشرعية عالمية تحظى بدعم عالمي يعني تحظى بدعم كل المتخاصمين تحظى بالدعم السوري عفوا الروسي وتحظى بالدعم الأمريكي وتحظى بالدعم الإيراني وتحظى بالدعم الأوروبي بينما هذا الموضوع غير موجود في سوريا لأنه النظام السوري يحظى بدعم أطراف معينة لا يحظى بدعم أطراف أخرى على الأقل من الناحية العلنية لهذا أن التقدم القوات العراقية سواء الجيش سواء الحشد سواء العشائر يحظى بارتياح معين الآن هناك تحفظ على الحشد لكن ليس هناك تحفظ على تقدم الجيش طيب لنتحدث ونعود إلى الجبهة السورية اليوم هناك تقدم ملحوظة بما يخص القوات السورية العسكرية على الأرض وهذا التقدم قد أصاب السعودية بهستيريا كما وصفه البعض وأيضا هنا السعودية تلوح بتدخل عسكري بري على الأراضي السورية هل هذا من الممكن أن يحدث؟ هناك ثلاث سيناريوهات في التدخل البري السعودي السيناريو الأول أن يكون حقيقي وهذا مبني على معايير معينة وأستبعدة لأن القوات السعودية لا تستطيع خوض حرب ضد الدول في داخل الأراضي السورية لا يوجد هكذا السيناريو ولا يبدو لماذا لا يوجد؟ من رغم من التصريحات ومن المناورات اليوم التي تجريها السعودية سأنتقل للسيناريوهات الأخرى التي تجيب على سؤالي الحرب مكلفة جداً هذه ليست حرب اليمن السعودية في اليمن تقاتل جماعات مسلحة لا تقاتل دول بينما في سوريا يمكن أن تقاتل أن تخوض معركة مع دول بالمحصلة النهائية يبدو الأمر هذا السيناريو شبه مستبعد السيناريو الآخر أن تكون السعودية قد بدأت فعلاً بتسوية سياسية مع الأطراف الدولية وأن هذا عبارة عن تصريح إعلامي ليس أكثر والتواجد لإقناع الحلفاء السعودية السوريين بأن السعودية جادة الموضوع الآخر أو السيناريو الثالث أن السعودية تغرد خارج سرب المعركة ضد داعش وأنها لا يمكن أن تخاطر لكنها تعمل على إقناع الغرب واستدراج خصومها إلى معركة معينة هناك احتمال أن يكون هذا السيناريو موجود لكن الضوء الأخضر الأمريكي علمنا بأنه قد لا يكون حقيقياً وقد يكون توريطاً وفخاً يمكن أن تكون السعودية طلعت طعماً ما لكن بالتأكيد من الصعوب الحديث عن سيناريو تدخل عسكري في سوريا من قبل السعودية بأثمان قليلة الموضوع ليس النظام السوري وليست حرباً ضد السورية هذه ستفجر حرب بين شرق الأوسط لهذا الغرب اليوم يتحدث عن تسوية سياسية يرسل رسائل للنظام السوري لا حلو العسكرية وهذه الرسائل هي ضمن الموجهة للجانب السعودي المعادلة السعودية تبدو مربكة طيب أنت أستاذ عمار تحدثت عن الموقف الأمريكي اليوم الموقف الأمريكي سامت حيال ما يجري بما يخصي سعودية وأيضاً تركيا البعض ذهب إلى أن هذا الصمت هي ضوء أخضر للتدخل والبعض الآخر يجد ويفسر هذا الصمت بتفسيرات أخرى أنت كيف تفسر هذا الصمت؟ الجانب الأمريكي طرح وجهة نظره بوضوح وجهة نظر عامة أن الحل في سوريا حل سياسي ليس عسكري وأن على النظام السوري أن يتبع الحل السياسي هذا الكلام ينطبق أيضاً على الجانب السعودي التدخلات السعودية بالمحصلة النهائية ما أظنه أن الولايات المتحدة أيضاً لا تريد إضعاف الجبهة الأخرى الجبهة المتحالفة معها في الصراع العالمي هذا لا يعني أنها مرتاحة لهذا السلوكيات بالتأكيد هي تحاول أيضاً تضغط على النظام السوري يمكن أن يستخدم التدخل هذا السيناريو الثالث هو أنه الصمت عن الجانب السعودي هو مجرد ضغط على حلفاء النظام السوري لأن الحرب كما هي مكلفة للسعودية هي ستكون مكلفة أيضاً لإيران وروسيا بالمحصلة النهائية ما أظن أن الأمريكان يحاولون عقد صفقة ما الإيرانيون لا أستبعد أنهم مقتنعون بأن النظام انتهى لكن الصيغة هي صيغة ما بعد نظام بشار الأسد التسوية كيف يخرج هذا النظام وما هو البديل وما هو الدور الإيراني السعودية تريد إسقاط كيفما اتفى الإيرانيون يريدون إسقاطها وفتممون إيران أستاذ عمار ابقى معنا لننتقل إلى صحيفة الواشنطن بوست والتي خصصت أيضاً مقالاً عن احتمال فشل محادثات إطلاق النار والسلام في سوريا في ظل الأحداث الأخيرة وما فرضته الطلعات الجوية الروسية على واقع مغير على الأرض جاء المقال بعنوان لماذا من الممكن ألا تنجح محادثات إيقاف إطلاق النار في سوريا أخذت الأسئلة حول محادثات السلام في سوريا تجاه أكثر ميلاً للشك في إمكانية نجاحها بعدما توصلت الطلعات الجوية الروسية والسورية ضاربة مواقع للمتمردين وقد رحبت جماعات المعارضة السورية بمحادثات ميونخ لكنها أعربت عن قلقها من استهداف روسيا للمعارضة المعتدلة ويذكر بأن اتفاقية وقف إطلاق النار التي حدثت في 2012 قد فشلت بعد ساعات قليلة فقط لكن قادة العالم يعاربون اليوم عن أملهم الكبير في أن تنهي هذه المحادثات كاموسا استمر خمس سنوات لكن العديد من التفاصيل ما تزال دون معالجة ومن ضمنها متى بالضبط ستبدأ الهدنة وهل ستوافق عليها جميع الفصائل؟ وتطرق المقال إلى الاشتراتات التي تطرح بما يشبه العرقيل في سير المحادثات ضرورة وقف إطلاق النار والاتهامات في استهداف ما سمي بالمعارضة المعتدلة مقابل تصريحات الأسد بتحرير سوريا من الإرهابيين وتقطرح الأطراف التي من المفروض أن تجري تلك الهدنة على رأسها أمريكا وروسيا بأن تستغل تلك الفترة في إيصال المساعدات للأماكن المحاصرة وإنقاذ المدنيين من تحت توطأة الحرب لكن هناك الكثير مما يعيقها حيث رفضت بعض الفصائل أي وقف لإطلاق النار حتى يهزن بشار الأسد والأسد من ناحيته قد صرح بأنه لن يستريح حتى تتحرر كل سوريا من سيطرة الإرهابيين ومما يعقد ذلك هو اتهام أمريكا المتواصل لروسيا بتركيزهم على استهداف مواقع المعارضة المعتدلة وأن أكثر من 70% من غاراتهم قد وجهت نحو المعارضة المعتدلة بينما تصر روسيا على أنها تقوم بضرب الإرهابيين حصرا ما زالت الصورة ضبابية ولها الكثير من الاحتمالات لكن وفي ظل كل التوترات الجارية الآن وعلى رأسها أحداث حلب الأخيرة يبدو أن الوصول إلى اتفاق بين الأطراف المتقاتلة أمر صعب جدا أهلا بكم مشاهدين أهلا بك أستاذ عمار نعود للحديث عن هذا المقال أكثر وأكثر أستاذ عمار محادثات السلام في منعطف خطير والمقال تنبأ بالفشل ما رأيك أنت؟ نعم أولا لابد من تأكيد على نقطة أن مثلا المعارضة السورية في مؤتمر جينيب مؤتمر جينيب 3 اشترطت الفتح الحصار بمعنى آخر أن النظام السوري استطاع أن يدفع حتى خصوم السوريين إلى الجانب الإنساني وهو ما يريده إلى المنطقة المجال الإنساني يعني إلى التسوية الإنسانية قبل التسوية السياسية هذا الأمر مبني على معطيات معينة أنه داعمي المعارضة السورية مشتتون أولا ولا يمتلكون وجهة نظر واضحة يعني رؤية واضحة والداعمون هنا لا أقصد داعمون الغربيين لا أقصد داعمين الغربيين أقصد داعمين الإقليميين بين تركيا وقطر والسعودية بالمحصلة النهائية فشل المحادثات سبب إقليمي بالتأكيد ليس سبب سوري سوري فشل المحادثات هو سبب أن هناك وجهتي نظر كل منهما لا تريد التفاهم مع الآخر هناك وجهة نظر سعودية حادة جدا لا تريد أن تتفاهم لديها تصور معين أصبحت لديها المعركة معركة كسر عظم لا يمكن أن تتقبل أي وضع في مقابل وضع إيراني معين لا يريد أن يفرط بكل المكاسب الموجودة لديها على سوريا يحاول أن يطرح نفسه كجزء من الحل وليس كخارج الحل السعودية لا تريد الإيرانيين جزء من الحل وهنا أساس فشل المحادثات هذا جانب الجانب الآخر لا يمكن الحديث عن محادثات من دون مرحلة انتقالية حقيقية من دون مرحلة انتقالية جادة تصنع مشاركة سياسية فاعلة اليوم الجانب النظامي السوري أيضا يتحمل مسؤولية جدا كبيرة جدا في فشل المحادثات هو أيضا لا يمتلك تصور عن المرحلة الانتقالية لا يريد أن يقدم تصور لأن لا يريد أن يغادر لا يريد أي احتمال لمغادرته بالمقابل أن المعارضة السورية تريد طرح مغادرتك احتمال وحيد بالمحصلة هذا الصراع بين الجانبين أوصل الأمور إلى هذه النقطة سقف التسوية السورية لابد أن ينطلق من النقطة التالية هو أن يكون الملف السوري بيد الأمم المتحدة وليس بيد الأطراف المعنية أيضا هناك قلق آخر أستاذ عمر لا شمحت لي هذا القلق من استهداف روسيا المعارضة المعتدلة إلى متى سيستمر هذا الحديث الذي يشبه حوار الترشان؟ نعم الطائرات الروسية بالنتيجة تقصف كما أن النظام السعودي يطرح ويريد أن يستغل الحرب ضد الإرهاب لإسقاط نظام بشار الأسد الجانب الروسي يحاول أن يستغل الحرب ضد الإرهاب لضرب كل خصوم بشار الأسد بالمعنى الآخر أن الجانبين يحاولان الإطاحة بالخصم الآخر بالكامل وهذا جزء من فشل التسوية اليوم روسيا في مؤتمر ميونيخ الأخير طرحت وتحدث رئيس وزرائها بشكل واضح وشكل صريح على أن هناك حرب باردة بين الغرب وبين روسيا تقديدا بين أوروبا وبين روسيا بين أوروبا وعموم الدول الغربية هذه الحرب الباردة اليوم في سوريا تتمحور بدرجة رئيسية بأن الطائرات الروسية بأن الجيش الروسي بأن المعادلة العسكري الروسية قائمة على أساس القضاء على كل مسلح أو الاعتبار كل مسلح موجود على الأرض خارج إطار الجيش السوري هو مسلح إرهابي وهذه المعادلة هنا على عكس الطرف الآخر الذي يتعامل مع المسلحين السوريين المعارضين بشكل أريحي وداعم طبعا بالتأكيد أن هناك ازدواجية نظرة لدى الجانب الروسي وازدواجية نظرة لدى الجانب السعودي يعني في الوقت الذي يضرب فيه الجانب السعودي الحوثيين في اليمن باعتبارهم ميليشيا هو يدعم ميليشيات سورية بالمحسنة وأيضا روسيا تدعم أطراف يعني إيران بالتحديد تدعم أطراف يمنية وهي خارجة على القانون بمقابلها تحارب أطراف سوريا وهي خارجة على القانون لا يوجد معيار لا أخلاقي ولا قانوني ولا حتى سياسي للتسوية وهنا أعتقد بأن الروس ماضون في الحرب ضد كل خصوم النظام السوري وهذا ما أخرج السعودية عن توازنها وأفقدها صوابها وصلت إلى درجة الهستيريا كما تحدثنا قبل قليل أستاذ عمار هناك الكثير من التفاصيل تخص هذه الأزمة أقصد بها الأزمة السورية وما تزال دون معالجة وإن وجدت المعالجة فهي غير مطبقة إلى حد الآن على الأرض وأقصد بها الهدنة متى ستبدأ؟ وهل ستوافق عليها جميع الفصائل؟ وأيضا هناك انقسام في المعارضة السورية كيف سيتم أو سيتم معالجة هذا الانقسام؟ نعم على عكس العراق هنا سوريا تعاني من مشكلة مشكلة حقيقية هي أنه لا يوجد وحدة صف في الصف الآخر يعني هناك معارضة سياسية واضحة تأكيد موجودة في جينيف موجودة في باريس موجودة في أي عاصمة من العالم لكن على الأرض هناك جماعات مسلحة متعددة حتى لا يعرف أو غير واضح من يدعمها الهدنة بين من ومن السؤال بين من ومن في حال أنه تحدثنا عن الهدنة من الذي سيفرضها؟ أي دولة ستفرض هذه الهدنة؟ من هو داعم جبهة النصرة مثلا ليفرض هدنة؟ جبهة النصرة غير ممثلة اليوم بالمؤتمرات الدولية لأن بالنهاية هي التنظيم الرهابي الجيش الحر أيضا غير واضح الملامح وفصائل متعددة هناك خرجت من الجيش الحر الكرد أيضا رفض الجانب التركي حضورهم في جينيب بين من ومن أحرار الشام لدينا أيضا لدينا فصائل كثيرة فصائل كثيرة ولا تعرفين اليوم مشكلة سوريا أنه غير واضحة المعالم المعالم يعني الهدنة لا يمكن أن تحدث كما أنه في الجانب الآخر النظام لا يمكن أن يقبل بهدنة بهدنة إذا لم هو يريد حلب اليوم كيف ما اتفق؟ بأي حال من الأحوال يريد حلب المعادلة السورية جدا معقدة لأن الأطراف المسلحة الموجودة على الأرض خارجة عن السيطرة أو أن الدول الداعمة لها تحاول أن تقدم نفسها على أنه ليست داعمة جبهة بصر معروف أنه مدعومة من قبل قطر ماذا عن هذا التصور؟ يعني قطر لا تريد أن تحترف بهذا بالنهاية أنه لا تريد أن تقدم نفسه تداعم لتنظيم مرتبط بتنظيم القائد الأشاسي إذا تبقى الانقسامات في المعارضة السورية هذا ما فهمته من حديثك لكن لنتحدث عن الأسد الأسد اليوم يتحدث عن تحرير سوريا هل هذا متاح؟ وكيف له أن يستفيد من الوضع الأخير؟ الحل العسكري لا يمكن أن يكون هو الحل النهائي لا يمكن الحديث عن تحرير مدن ونصف شعبك مهجر خارج البلد لا يمكن الحديث عن تسوية سياسية إذا لم يوجد لديك قدرة على أن تعترف بأنك شاركت بل بأنك بدأت حمام الدم هذا هذا الأمر اليوم في سوريا هناك مشكلة هي حدثت في العراق سنة 91 أن تحرير الأراضي سيكون موجود ممكن ممكن أن يسترد جزء كبير من الأراضي لكن على ماذا؟ على أي قاعدة الشعب السوري ليس هو الشعب الموالي لبشار الأسد هو الشعب السوري مكون من أطياف ومن شرائح دينية وقومية واجتماعية وفكرية وسياسية أيضا هناك جزء كبير جدا من الشعب السوري لم يكن أكثر من النصف هو معارض لهذا النظام يعني استرد الأرض اليوم ليست هي المهمة الوحيدة الإنسان مصير هذا الإنسان كيف سنتصوره؟ وهذا هنا أفق الحل الكل يتحدث عن الحل العسكري لكن لا أحد يمتلك أفق سياسي للحل أفق السياسي يجب أن يكون ثمن باهض على الجميع لا أن يريد أحدهم فرض ثمن على الآخر ثمن كامل وهذا سواء كان داخل سوريا أو خارج سوريا اليوم المواطن السوري يراد له أن يدفع الفرد السوري سواء من هذا الطرف أو من هذا الطرف يراد أن يدفع الثمن تهجير تعليم أبناء صحة موت في غرق موت في طرق صربية هذا الكثير من القضايا أستاذ عمر هذا استرجاع الأرض لا يكفي لا يكفي أبداً للقول بأنه قادر على أن يفرض سيطرة على البلاد أذن أستاذ عمر سواد شكراً لانضمامك إلينا وشكراً لحضورك وحضور مميز شكراً لك شكراً لك وننتقل المشاهدين إلى الجزء الثاني لكن بعد هذا الفصل مرحباً بكم مشاهدين والجزء الثاني من برنامج عين العالم ونتناول في هذا الجزء الجارديان تكتب عن رفض الروسي لاتهامها باستهداف منشآت سوريا ولدينا أيضاً التليغراف تكتب عن الأكراد الذين يصنعون واقعاً جديداً في شمال سوريا أهلاً بكم مشاهدين نبدأ الجزء الثاني من الجارديان التي أوردت مقالاً عن رفض روسيا اتهامات أوردتها أعلامية لمنظمات ومؤسسات إغاثة سوريا جاء المقال بعنوان روسيا ترفض الاتهامات التي وجهت لها حول استهدافها منشآت سوريا رفضت روسيا الاتهامات التي وجهت إليها حول قصفها منشآت صحية سورية رغم تزايد أعداد ضحايا الغارة الجوية وتزايد الجهات المدنية أيضاً في العالم واتهمت كل من تركيا وفرنسا ودبلوماسيين غربيين روسيا مؤكدين بأن ما حدث في سوريا يرتقل يكون جرائم حرب وقد اتهمت وزارة الخارجية التركية روسيا مباشرة بمسؤوليتها على تنفيذ جرائم حرب واضحة كما وصفوها وبأن ذلك سيقود إلى تصعيد كبير في الأحداث لكن تصريحاً المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن تصريحات مثل تلك من دون أدلة اللي يثبتها لا أساسة لها من الصحة وهي مرفوضة بشكل قاطع وذكر المقال اتهمات تركيا وتصريحات رئيس الوزراء التركي أحمد داود أغلو بشأن الرد على ما اسمه قصف المدنيين فيما نقل المقال الأمل في إيصال مساعدات إلى المناطق المتضررة وقد أعلنت منظمة أطباء بلا حدود بأن 11 شخصاً قد لقوا حتفهم بالغارات الجوية على مستشفى في مدينة أدلب لكنها لم تتهم روسيا أو أي طرف آخر بقصف المستشفى وصرح رئيس الوزراء التركي داود أغلو بأنه فيما استمرت روسيا بتصرفها كمنظمة إرهابية في قصفها المدنيين فإن رد تركيا سيكون حاسمة ويحصل كل ذلك بالتزامن مع الشروع بالقيام بمحدثات سلام لحل الأزمة السورية رغم أن بعض الأطراف تصروا على إنهاء الأمر بغزو بري من طرف واحد على رأس تلك الأطراف تركية التي تحاول إقناع الولايات المتحدة بذلك رغم وجود رفض روسي قاطع لهذا الأمر من ناحية أخرى فقد ألمح مبعوث الأمينة العام لأمم متحدة إلى سوريا ستيفان ديمستورا إلى النجاح وصول مساعدات إنسانية لبعض المناطق المحصرة في سوريا وللحديث عن هذا المنظوع نرحب بضيف جزئنا الثانية الكاتب أحمد عبدالسادة مدير تحرير الصفحات الداخلية في جريدة الصباح أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد أستاذ أحمد تركيا تتهم وروسيا تنفي ما الذي يحدث؟ تفضل نعم الحقيقة هذه الاتهامات التركية لروسيا هي اتهامات ليست جديدة فقد بدأت هذه المعزوفة الإعلامية التركية باتهام روسيا باستهداف المدنيين واستهداف المنشآت السورية منذ انطلاق العمليات الروسية ضد داعش بالنهاية نكتشف بأن تذمر تركيا ومعارضة تركيا لهذه العمليات الروسية هي لأنها عمليات دقيقة ولأنها عمليات عطلت وخربت المشروع التركي الإرهابي في سوريا بالنهاية نعلم جميعا بأن تركيا هي المغذي الأساسي لداعش والمغذي الأساسي للعديد من الجماعات الأصولية التكفيرية في سوريا ونعلم جميعا قصة النفط الداعشي الذي يهرب لتركيا ونعلم جميعا المقاتلون التكفيريون الذين تستقدمهم تركيا من كل أطراف العالم وتستقبلهم في مطاراتها وفي معسكرات مخصصة لهم من أجل إرسالهم إلى سوريا بهدف إسقاط النظام السوري يعني هذه المسألة أصبحت علنية وأصبحت لعبة مكشوفة وبالتالي لا بد أن لا نتفاجئ تركيا سياستها مكشوفة كما أشرت لكن اليوم أيضا تركيا ساهمت في تصعيد الموقف ضد روسيا بما يخص اليوم التساعد الذي شهده الروسيا وأيضا أوروبا نعم بالتأكيد هذا شيء متوقع لأن تركيا خسرت تقريبا كل أوراقها في المسألة السورية أولا خسرت مسألة تغذية داعش ومسألة التبادل النفطي والتجاري بينها وبين داعش أولا بسبب تدخل روسي ثانيا الجماعات التكفيرية التي تدعمها تركيا تعرضت إلى هزيمة مواحقة مؤخرا على يد النظام السوري وعلى يد قوات حماية الشعب الكردية وبالتالي لا نتفاجئ إذا رأينا أن تركيا وصلت إلى مرحلة الهستيريا وأعتقد أن في المستقبل سيكون هناك مصطلح سياسي بعنوان الجنون الأردوغاني بمعنى أردوغان الآن في مرحلة عالية من الجنون وهذا الجنون هو الذي دفعه إلى اقتراف حماقة إسقاط الطائرة الروسية في سوريا الأمر الذي منع تركيا نهائيا من أن تجوب السماء السورية يعني بمعنى هذه الحماقة التي اقترفها أردوغان منعت تركيا من أن تكون لها كلمة أي كلمة مهما كانت بسيطة في المسألة السورية لأن روسيا بالنهاية نشرت منظومة F-S400 و S-300 لقصف أي طائرة تركية ممكن أن تدخل إلى أجواء السورية وبالتالي فإن تركيا الآن تلعب ورقتها الأخيرة يعني من خلال تأزيم الموقف ومن خلال التعاون مع السعودية ومن خلال التلويح بدخول بري لكن أعتقد أن تركيا الآن لا تستطيع أن تفعل شيئا سوى قصف مواقع النظام السوري وقصف مواقع الأكراد في شمال سوريا لأنها لا تستطيع أن تدخل برا بسبب وجود الدب الروسي في الغابة السورية بالنهاية تركيا الآن تلعب لعبة خطيرة وتحاول أن تخلط الأوراق مؤخرا كما حدث في تفجير أنقرة الأخير سرعان ما قام أحمد داود أغلو رئيس الوزراء التركي بالتهام حزب العموال الكردستاني بهذا التفجير والتهام حسب قوله اتهام الميليشيات الموالية لحزب العموال في سوريا سنتحدث عن ما يخص الأكراد في المقال الذي في التليغراف إن شاء الله طبعا أستاذ أحمد إصرار رئيس الوزراء التركي على ما اسمه الرد على تركيا تحت أي عنوان يندرج؟ تفضل نعم أعتقد تصريحات رئيس الوزراء التركي وكذلك تصريحات الرئيس التركي أردوغان بالرد على سوريا وليس على تركيا أعتقد يندرج لأن الأمور اختلطت على تركيا والمعادلة انقلبت عليها وبالنتيجة لابد أن تجنح تركيا إلى استخدام عدة أوراق ضغط كما رأينا مؤخرا في عملية التفجير في أنقرة إذ قال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أغلو بأن الذي قام بالتفجير هو قوات حماية الشعب الكردية وقال بالحرف الواحد بأن القوات الشرطة التركية سنتحدث عن ما يخص الأكراد في المقال القادم أستاذ أحمد لكن بما يخص اتهم روسيا هذا ليس الاتهم الأول لروسيا برأيك كيف ستتعامل روسيا مع هذه الاتهامات نعم بالنهاية روسيا ماضية في تحقيق مشروعها في سوريا وفي المنطقة عموما يعني بالنهاية الروس هم لاعبون دوليون وليس لاعبين إقليميين كما هي تركيا وكما هي إيران وكما هي السعودية بالنهاية لابد أن تعرف تركيا بأن اللاعب الروسي هو لاعب مقتدر وقوي ودولي أيضا وبالتالي لا بد أن تعرف حجمها وتعرف بأن اللعب مع الروسي هو لعب خطر لأن روسيا بالنهاية كسبت الكثير من إسقاط طائرتها يعني بالنهاية القوي يستفيد حتى من خساراته يعني خسرت سوريا طائرة طائرة السيخوي 24 في سوريا لكنها ربحت بالمقابل السماء السورية كلها بمعنى روسيا تلعب حتى عندما تخسر روسيا لاعب قوي وبالنهاية هو يستفيد حتى من خساراته بالنهاية الاتهامات التركية لروسيا هي جزء من الحرب الإعلامية طيب أستاذ أحمد من ناحية أخرى ألمح مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا ستيبن ديمستورا إلى نجاح وصول مساعدات إنسانية لبعض المناطق المحاصرة في سوريا كيف تقرأ وجهة الحرب هناك؟ نعم أعتقد الحرب السورية الآن في إنعطافة كبرى وأعتقد أن البوصل الآن تشير إلى تقدم واضح للقوات النظام السوري ولقوات حماية الشعب الكردية تحت مظلة جوية روسية وهذا الأمر ساعد على إيصال المواد الغاثية والإنسانية للعديد من البلدات المحاصرة والعديد من المواطنين السوريين المحاصرين وهذا الأمر طبعا بالنهاية لا يروق لتركيا لأن تركيا هدفها هو إشعال المنطقة بالعديد من الصراعات والأزمات والعديد من الحروب وهدف تركيا هو دعم الجماعات التكفيرية لإسقاط النظام السوري وبالنهاية لا يمكن أن تروق لتركيا وجود سوريا موحدة ووجود سوريا مستقرة ووجود اتفاق أممي ودولي لإنهاء الصراع في سوريا خاصة أن المجلس الأمن مؤخرا وجه رسالة قوية إلى تركيا بعدم ضرب مواقع قوات حماية الشعب الكردية لأن هذه القوات بمواجهة داعش طيب أستاذ أحمد هل اليوم تركيا تبحث عن ثغرة أو حجة معينة حتى تتواجد قواتها البرية في الأراضي السورية وخصوصا بعد اتهام تركيا لروسيا بضرب المدنيين نعم بالنهاية تركيا هي تبحث دائما عن وجود ثغرة وعن وجود ذريعة للتدخل في سوريا الذريعة الأولى كانت بحجة حماية المدنيين السوريين من قمع أو بطش النظام السوري كما تقول تركيا والذريعة الأخرى هي وجود الروس في سوريا وهي تقوم بمواجهة الروس إعلاميا وحتى عسكريا من خلال إسقاط الطائرة الروسية بحجة دعم المعارضة كما تقول التركيا دعم المعارضة المعتدلة لإسقاط النظام السوري وأعتقد أن الورقة الأخيرة التي تلعب بها تركيا هي التفجير الأخير في أنقرة نعم إذ تريد تركيا إشهار وإعلان هذه الورقة من أجل تسويغ وتبرير التدخل التركي العسكري البري في سوريا طيب أستاذ أحمد بما يخص المحادثات السلامة في سوريا كيف تقرأ مسار المحادثات والسلام في سوريا في ظل ما يجري على الأرض في سوريا نعم أعتقد أن الأمور تمشي نحو حلحلة القضية السورية ونحو وقف لإطلاق النار بين الجهات كلها باستثناء طبعا الإرهابيين باستثناء داعش وجبهة النصرة وجيش الإسلام وباقي التفرعات الإرهابية أعتقد أن الصورة انقلبت الآن لصالح النظام السوري ونصالح القوات الكردية الموالية للنظام السوري وبالنهاية نرى أن الآن يحدث تقدم وانقلاب في مجرى المعركة السورية وهذا الأمر يساعد على حل حالة القضية السورية لنتحدث الآن عن الكرد اليوم أنت مصر بالحديث عن الكرد هذه المرة مع صحيفة التليغراف والمقال الذي نشرته الصحيفة الأسبوع المقبل والذي ركز على الدور الجديد الذي تؤديه وحدات حماية الشعب الكردي شمال سوريا جاء المقال بعنوان الأكراد يصنعون واقعا جديدا في شمال سوريا برزت عدة مواضع مهمة وسط حالة من الفوضى شمال سوريا أولها هو تعرض داعش لضربات روسية وتقدم مكثف للقوات السورية على الأرض أمامها والثاني هو بروز أحد أقل الأطراف ضوحا في الحرب في سوريا وهم الأكراد ليقوموا بنحت واقعا جديدا في الحين الذي يندفع فيه حزب الله والقوات السورية وحلفاؤها نحو حلب من الجزء العلوي تقوم وحدات حماية الشعب الكردي وبدعم جوي من الروس باتخاذ خطوات حدت نحو المناطق التي تم تجنبها طيلة فترة الحرب وقد ثارت ثائرة تركيا الدعم للمعارضة بعد التخوف الأخير من التقدم الميداني الذي حصل من قبل الأكراد واقترابهم من مدينتين استراتيجيتين قرب الحدود التركية شمالا وبين مدينة حلب حيث كان الأتراك الدعمون للجماعات المتبردة قد وعدوا بعدم السماح للأكراد بالهيمنة على مناطقها الحدودية وكشف المقال التخوف التركي أزاء التقدم الكردي وبين تاريخ الطويل لتركيا لدعم داعش والحركات المتطرفة التي كانت تستخدم الحدود التركية كممرات للتهريب والدعم وقد نجح الأكراد بالتقدم بمساعدة من الطيران الجوي الروسي وأمام رفض تركي قوي حيث تعد تركيا وحدات حماية الشعب الكردي منظمة إرهابية تابعة لحزب العمال الكردستاني من ناحية أخرى فإن الولايات المتحدة الأمريكية لديها علاقات جيدة بوحدات حماية الشعب خصوصا بعد تحرير مدينة كوبانيا الكردية من داعش وظهور الأكراد في تلك المعركة بشكل قوي وهذا أيضا ما زال يؤثر حفيظة الأتراك حيث أنهم حلفاء للولايات المتحدة وخلال اقتراب الأكراد من بلدة إعزاز الحدودية والتي تستخدم كمعبر للاجئين وكطريق لتمرير المساعدات التركية هناك وادر لحدوث أزمة حقيقية قد تنتج عنها حرب التدار بالوكالة حيث أن الأتراك قد يستمروا مواقع لوحدات حماية الشعب الكردية خلال ثلاثة أيام من الماضية وهو ما يقترح بأن روسيا قد فاهمت بأن الأتراك يمثلون نقطة الضعف لدى تركيا بأن تركيا بالإمكان استدراجها لتوضع في موقف حرج فيما لو اخترقت الحدود السورية مستقبلا أهلا بكم مشاهدين أهلا بك أستاذ أحمد أستاذ أحمد ما وجه تهديد قوة الأكراد لتركيا تفضل نعم في البدء لابد أن نقول بأن الأكراد هم العدو التقليدي للأتراك على صعيد التاريخ وعلى صعيد الخلفية التاريخية للقوميتين التركية والكردية أما الآن قد برز الأكراد كقوة لا يستهان بها وكرقم صعب في المعادلة السورية خاصة في ظل مواجهة داعش الذي أرق الحكومة التركية وأرق الزعيم السلطاني التركي أردوغان هو برز الأكراد كقوة إقليمية وليس كقوة محلية سورية بمعنى برز الأكراد كعنصر قوة يستطيع أن يقلب المعادلات في سوريا وبالتالي يقلب المعادلات في المنطقة وبالنهاية استشاط أردوغان طبعا غضبا وقلقا وأرقا أيضا من أجل مواجهة المد الكردي في شمال سوريا وهدد بشكل صريح حيث قال بأنه لا يسمح أبدا أن تسيطر قوات حماية الشعب الكردية على الشمال السوري بمعنى أنه يفضل مجاورة داعش يفضل أن يكون جارا لداعش ويمول داعش ويستفيد من داعش على أن يكون جارا للكرد السوريين وهذا الأمر أدى إلى قصف طبعا إلى قصف مواقع حماية الشعب الكردية لكن التحول الكبير والمهم في موضوع الكرد هو أن الكرد مدعومون من طرفي القوتين الكبيرتين في العالم يعني المعادلة التي أوجدها الكرد هي معادلة غريبة لأن الكرد مدعومون من أمريكا ومدعومون أيضا من روسيا وبالتالي هم القوة الوحيدة التي يدعمها الطرفان بقوة وقد وجه الأمريكان مؤخرا رسالة إلى تركيا بأن عليهم أن لا يستهدفوا القوات الكردية وهذا مؤشر مهم بأن الكرد مدعومون دوليا أيضا لنتحدث عن تركيا اليوم تركيا تتقلص خياراتها وإيضا فقدت توازنها بسبب خساراتها على الأراضي السورية ما دلالت ذلك؟ نعم كما قلت بأن الكرد أوجدوا معادلة مهمة وأوجدوا معادلة غريبة لأنهم مدعومون من أمريكا ومن روسيا في الوقت نفسه وبالتالي هذا الدعم الدولي للكرد يشكل علامة قلق عند الحكومة التركية وعند السلطة التركية نعم وبالنهاية بدأ أردوغان والحكومة التركية بالبحث عن منافذ وتبريرات لمواجهة الكرد في شمال سوريا وبالنهاية أعتقد التفجير الأخير في أنقرة هو محاولة لإيجاد تبرير لمواجهة الكرد في شمال سوريا إذ سرعان مؤتهم أحمد داود أغلو رئيس الحكومة التركية القوات الكردية السورية بأنها نفذت العملية في أنقرة وسرعان مؤتهم عضو أحد أعضاء قوات حماية الشعب الكردية بذلك بالمقابل نفع حزب العمال الكردستاني وقوات حماية الشعب الكردية باقتراف هذا العمل لكن أنا لا أستبعد بالمقابل لا أستبعد أن يكون هذا العمل من تدبير المخابرات التركية بالتعاون مع داعش طيب أستاذ أحمد اليوم أيضا المقال يتحدث عن أن روسيا يعني استطاعت أن تدير الأزمة بحرافية حيث قمت بضرب مصالح تركيا وذلك بدعمها لأكراد سوريا ما رأيك؟ نعم بالنهاية الروس لاعبون دوليون محترفون وبالتالي استطاعوا أن يوظفوا العديد من الأوراق التي يمكن أن تحطم المشروع التركي في المنطقة وفي سوريا بالتحديد من ضمن هذه الأوراق التي استخدمها الروس هو ضرب داعش وضرب الشريان الذي يغذي داعش من خلال تركيا من خلال استهداف ناقلات النفط الداعشية التي تهرب إلى تركيا نعم وثانيا قام الروس بقطع العلاقات التجارية والسياحية والسياسية مع تركيا والاقتصادية أيضا الأمر الذي أساء وحاول وأضعف الاقتصاد التركي ثالثا قام الروس باستخدام الورقة الكردية لأنهم يعلمون بأن هذه الورقة ستؤذي أنقرة كثيرا وستؤرق أنقرة كثيرا وستدفع أنقرة إلى اقتراف العديد من الحماقات وهذه الحماقات بالنهاية ستحسب على حكومة أنقرة لأنها ستكون تبريرات لمعاقبة تركيا وقد لاحظنا مؤخرا بأن حتى أمريكا الحليف الناتوي يعني هم جزء من حلف الناتو حتى أمريكا هي حليف تركيا وجهت رسالة قوية إلى تركيا تحثها على عدم الاقتراب وعلى عدم المساس بالقوات الكردية كما أن مجلس الأمن أيضا وجهت رسالة إلى تركيا بعدا ضرب مواقع قوات حماية الشعب الكردي اليوم تركيا ضعيفة ويمكن استدراجها إلى منعطفات ضعفها بكل سهولة وذلك بمجرد تحريك الخيار الكردي برأيك إلى أي مدى هذا سيؤثر في موازين الصراع في سوريا نعم نعم أعتقد موازين الصراع في سوريا الآن انقلبت لصالح المحور الروسي الإيراني السوري يعني بالنهاية الصورة الآن واضحة هناك تقدم واضح للجيش السوري وتقدم واضح لقوات حماية الشعب الكردية وهذا الأمر هو الذي أوصل تركيا والسعودية بالدرجة الثانية إلى مرحة الهستيريا وإلى التلويح بالقيام بتدخل بري في سوريا نعم وهنا نستطيع أن نؤشر بأن هذا التلويح هو تلويح إعلامي فقط لأن لا تركيا ولا السعودية تملك المؤهلات العسكرية التي بإمكانها أن تواجه الروس ما الغاية من هذا التلويح برأيك؟ نعم ما الغاية من هذا التلويح؟ أنت قلت أن هذا التلويح هو إعلامي فقط نعم هو تلويح إعلامي من أجل كسب بعض المواقف السياسية وكسب بعض النقاط السياسية على طاولة المفاوضات هل ستنجح بذلك برأيك؟ لا أعتقد أنها ستنجح لأن الروس ماضون والنظام السوري ماضي في عملية مواجهة داعش وعملية وضع معادلة جديدة في المنطقة وفي سوريا وفي شمال سوريا تحديدا بالتعاون مع الكرد بالتأكيد وهذه المعادلة هي التي ستفرض نفسها في طاولة المفاوضات وفي المشهد السوري القادم وفي القضية السورية برمتها أيضا أيضا أستاذ أحمد أن اليوم اقتراب الأكراد من بلدة عزاز الحدودية والتي تستخدم كمعبر اللاجئين وأيضا كطريق لتمرير المساعدات التركية وصول الأكراد إلى هذه المنطقة جعل تركيا تكون في حالة من الهستيرية وأيضا يرى البعض أنها ستكون هذه بوادر لحدوث أزمة حقيقية قد تنتج عنها حرب تدار بالوكالة ما رأيك؟ نعم هي حرب الوكالة قائمة منذ خمس سنوات تقريبا بين النظام السوري وبين لكن ستكون أوسع هذه المرة أستاذ أحمد نعم بالتأكيد ستكون أوسع والأخبار الأخيرة تؤكد بأن تركيا حسب المرصد السوري طبعا بأن تركيا أدخلت مؤخرا عبر حدودها خمسمائة مقاتل من قوات المعارضة الذين هم بالنهاية مقاتلون تكفيريون وإرهابيون أدخلتهم إلى شمال السورية من أجل مواجهة الأكرار ومواجهة النظام السوري في بلدة عزاز خصوصا لكن أعتقد بأن الضغط الأممي على تركيا وبأن المعادلة العسكرية التي تصب في صالح الكرد والنظام السوري هي التي ستفرض رأيها بالنهاية وستوجد معادلة عسكرية جديدة في المنطقة وتقلب الأزمة السورية رأسا على عقب لصالح النظام والكرد في السورية أيضا إذن الكاتب أحمد عبدالسادة مدير تحرير صفحات الداخلية في جريدة الصباح شكرا لانضمامك إلينا نلتقي في حلقات مقبلة شكرا لك وشكرا لكم مشاهدين لحسن الأصغاء والمتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة